اشتركوا في القناة جبل علبة منخفض القطارة نهر النيل البحر المتوسط طبعا يكون جبل علبة لان دايما اللون البني في الخريطة بيشير الى المرتفعات وجبل علبة ده من المرتفعات اتنين يلون المحيط الاطلنطي على الخريطة باللون طبعا اي مسطح مائي محيط بحر لازم يتلون باللون الازرق تلاتة منطقة العجمة هي مساحة واسعة من الارض مرتفعة مستوية او شبه مستوية اذا هي طبعا تبقى هضبة السؤال التاني بما تفسر رقم واحد تلوين ممطقة جنوب سيناء على الخريطة باللون البني طبعا احنا عارفين ان اللون البني دوت بيدل على المرتفعات يبقى ممطقة جنوب سيناء بتتلون باللون البني ليه؟ هقوله لان يوجد بها مرتفعات مثل جبل سانت كاترين لان يوجد بها مرتفعات مثل جبل سانت كاترين طيب رقم اتنين بقول لي تلون الحدود الشمالية لمصر باللون الازرق طبعا لسه وقدنا فوق ان اي مسطح مائي لازم يتلون باللون الازرق يبقى اقوله لان يوجد في شمال مصر البحر المتوسط بعد كده السؤال التالت بيقول لي ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة او علامة غلط امام العبارات غير الصحيحة رقم واحد بيقول لي تلون بحيرة فيكتوريا على الخريطة باللون الاخضر طبعا دي جابة غلط طبعا تلون باللون الازرق تمام اتنين البحيرة عكس الجزيرة في التكوين طبعا صح ليه لان البحيرة هي مساحة من الماء يحيط بها اليابس من جميع الجهات اما طبعا عكس الجزيرة اللي هي مساحة من اليابس يحيط بها المياه من جميع الجهات يبقى طبعا رقم اتنين اجابة صح تلاتة شبه جزيرة سيناء توحيط بها الارض من جميع الجهات طبعا اجابة غلط رقم 4 بحيرة البورولوس يحيط بها اليابس من جميع الجهات دي إجابة صحيحة فعلا لأنها كده مساحة من الماء يحيط بها اليابس من جميع الجهات رقم 5 تحيط المياه بشبه الجزيرة العربية من ثلاث جهات طبعا إحنا مناش دعو بالإسم إحنا بناخد المظهر اللي عندنا لو شبه الجزيرة طبعا شبه الجزيرة عرفنا أنها بيحيط بها المياه من ثلاثة جهات يبقى شبه الجزيرة العربية يحيط بها المياه من ثلاثة جهات طبعا إجابة صحيحة بعد كده هننتقل مع بعض للدرس الثاني وهو درس الطقس والمناخ وهنبتدي بأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم 1 يسود المناخ نقط معظم الأراضي المصرية طبعا هو المناخ الصحراوي الحار رقم 2 يتسم المناخ نقط بسقوط الأمطار صيفا طبعا هيبقى المناخ المداري الحار ثلاثة تتسم الأمطار في دورة سيراليون بأنها أمطار قبل ما نجاوب عايزين الأول نحدد سيراليون تقع في أنه أقليم مناخي بالزبط وفي الأقليم الاستوائي طب الأقليم الاستوائي دوت مناخه إيه قال لي حار وممتر طول العين يبقى الأمطار ملها صيفية ولا دائمة ولا شتوية ولا خريفية طبعا إجابة هتكون دائمة أربعة يعرف اتجاه الرياح باستخدام الأنيمومتر ولا الترمومتر ولا تبارومتر ولا جورة بالرياح طبعا جورة بالرياح ومعهم كمان دورة الرياح بعد كده أكمل الجمل التالية يستخدم الأنيمومتر في قياس طبعا سرعة الرياح رقم اتنين يستفيد من خدمات الأرصاد الجوية العديد من الأنشطة مثلة عندي كتير قوي من الأنشطة اللي بتستفيد من خدمات الأرصاد زي الزراعة الصناعة السياحة الصيد كل دي أنشطة بتستفاد من خدمات الأرصاد الجوية رقم تلاتة وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة يبقى ايه طبعا يسمى المناخ لكن لو قال لي قصيرة هيبقى لإيه؟ بالزبط هيبقى الطاقس أربعة التنبؤ من خفاض درجات الحرارة غدا يعد دراسة لحالة طبعا الطاقس ليه؟ لأن الطاقس بيوصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة اللي هي قدية قصيرة يوم أو أسبوع أو شهر بعد كده بيقول لي ده علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات غير الصحيحة الطاقس هو حالة الجو اليومية وقد تتغير عدة مرات في اليوم؟ صح رقم اتنين مناخ مصر حار جاف في فصل الصيف معتدل ممتر في فصل الشتاء؟ صح تلاتة يسود مصر مناخ صحراوي؟ تمام صح أربعة المناخ الاستوائي يتسم بسقوط الأمطار صيفا والجفا في الشتاء؟ طبعا خطأ بعد كده بيما تفسر أهمية دراسة الطاقس لأنه يؤثر على قراراتنا أو حياتنا اليومية مثل اختيار نوع الملابس ووقت الصفر اتنين أهمية دراسة المناخ ليه؟ لأنها تؤثر على بعض الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة ترجمة نانسي قنقر